السلام عليكم. في سؤال جاي هل عشان الشغل باب ما لازم اكون عارف معماري وانشايا بكهروميكانيكل؟ لو كلام ده صحيح ما كانش حد الشغل باب مخالص اصلا يعني ما فيش حد في العصر حالي معماري وانشايا بكهروميكانيكل ويبين ويشمال ما فيش هتامل حسابات ايه ولا ايه ولا ايه؟ زمان كان ممكن كان موضوع ابسط وكان موضوع ممكن يتلام انما دلوقتي احنا نشغلين في مشاريع كبيرة ومشاريع متعملش قبل كده يعني صعب جدا الموضوع المهندس الشامل او الفنان الشامل كان زمان لنوردفنشي كان نحات ورسام ومهندس معماري وبيعمل اجهزة حربية وكان بيصمم فساتين للسيدات بتاع القصر وخد جايزة لان هو كان عمل ناية حلو فخد جايزة على العصف بتاعه فالموضوع ده بيش موجود دلوقتي فانت فكرة في البم ان انا ببعندي كل قسم واحد فاهم قسم بتاعه يعني واحد انشائي فاهم هو بيعمل ايه تمام فاهم برامج التحليل فاهم شو بدرونج وواحد معماري فاهم هو بيعمل ايه فاهم برامج المعماري ما انا باستغرب لما لاقي واحد معماري وبصور انه هيتعلم حاجة بيش تابعه خالص وهو ماكملش المعماري يعني ما فيش حد بيعربة بيعربة وماكس ولأ هو خد حتى من هنا وبعد كده قال لك ايه طب انا تعلم حاجة كهرباء تعلم حاجة ميكانيكا تعلم التشدد ده التشتت بالتيه بيخلي ولا حاجة بيخلي ما لوش اي لازمة خالص ما احترام من الجميع بس لما هيجي يعمل شغل بش يعمل شغل طب يا فرحات ان انت عارف ميت برنامج وانت مش عارف تخلص لي حاجة تمام يعني انا عايز منك منتج معين بتعرف بتعمله لي انت انت راجب بتعمل ميكانيكا اعمل لي الجزء بتاع ميكانيكا وانت الكهرباء اعمل لي الجزء بتاع الانشاء اعمل لي الجزء بتاع الانشاء مثل البن ان هو بيقدر يوفق بين الرسم في الحلال بيوفق بين الاقسام المختلفة بحيس انهم يعملوا شغلهم وتأكدوا ان ما فيش حاجة خوط في حاجة ان الشغل ما فيش كلاشات فكل واحد يركز في مجاله وما حدش يتعد حدوده ويخبص في حد تاني